اكدت سعادة السيدة فاطب بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة حرص مملكة البحرين على مواصلة دعم تنظيم واستضافة مختلف المعارض والمؤتمرات والفعاليات على أرضها بما يعزز من مكانة مملكة البحرين ويرفع من تنافسيتها جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزيرة السياحة لسعادة الدكتورة الشيخ رنة بتعيسى بن دعيج الخليفة لامين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمنا مجلس التعليم العالي حيث طلعت سعادة وزيرة السياحة على استعدادات الشركة لتنظيم معرض جي ديكس البحرين 2023 للتعليم العالي والمقرر قامته في مملكة البحرين خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من مايو القادم بمركز البحرين العالمي للمعارض كما استمعت الصيرفي لشرح حول الفعاليات المصاحبة لهذا المعرض مثل معرض التعليم التقني والتدريب الفني والمؤتمر الدولي للابتكارات وريادة الأعمال في المدارس والكليات والمعاهد البحرينية وجوائز التميز في التعليم العالي ورحبت الوزيرة الصيرفي بإقامة معرض جي ديكس البحرين 2023 على أرض المملكة مشيرة إلى همية هذه الفعاليات التخصصية في تسليط الضوء على فرص الدراسة الأكاديمية ولفتت الصيرفي في هذا السياق إلى حرص وزارة السياحة على مواصلة العمل مع جميع الشركاء من أجل تطوير قطاع السياحة التعليمية في مملكة البحرين وجذب المزيد من الطلاب والدارسين من خارج المملكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر